السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا جماعة عاملين هنكمل معكم ان شاء الله دورة الفراغ بتاعتنا يا جماعة النهاردة الفراغ عمرها 8 ايام النهاردة 8 ايام النهاردة هنتابع معكم برضو الفراغ بتاعتنا زي ما قولنا قبل كده هنشوف الفراغ احنا ماشيين معها ازاي بنحط لها علاجات ايه بنتعامل مع الفراغ ازاي طول فترة التربية يوم بيوم زي ما اتفقنا اخر فيديو بالنسبة لنا كنا اتكلمنا فيه عن علاج الاستقبال اللي نشتغل بيه لمدة من تاني يوم لحد خامس يوم هنكمل بقى معكم ان شاء الله الفراغ بتاعتنا هنبتدي كده باسم الله الرحمن الرحيل اول حاجة زي ما انتم شايفين انا شايف انا سايب الفراغ بتاعتنا الوقتي من غير مية وعلف النهاردة تامن يوم زي ما قولنا الفراغ انا شايفين من قدامها العلف شوية اه زي ما انتم شايفين باسم الله ما شاء الله الفراغ حركتها عاملة ازاي الفراغ بتجري وبتلعب ما عندناش اي مشكلة ما فيش فراغ ركنة ولا فراغ كنة ولا الكلام ده ده معنا زي ما قولنا قبل كده ان احنا مهتمين بالدافع بتاعنا الفراغ الجو عندها دافي المكان كويس الفراغ مش حاسة لا بصهد ولا حاجة مخليها هبطانة اوي ولا حاسة بساقع مخليها بتلم على بعض اوي الكلام لازم عشان احنا نربي تربية كويسة وعشان الفراغ تطلع معانا كويسة لازم نهتم جدا بالحتة دي نهتم بالتهويات المزبوطة ونهتم بالدفع بتاعنا المزبوط زي ما قلنا احنا كنا مستقبلين كنا مستقبلين الفراخ اول اسبوع على درجة حرارة 33-34 هبتدي بقى شوية اننا اهدي درجة الحرارة شوية يعني انا عاوز درجة الحرارة بتاعتي تكون عاملة 30 الفترة الجادي زي ما انتم شايفين انا رفعت اللونة شوية لفوق تمام عشان ازبط الدفع سواني هوريكم درجة الحرارة كما يا جامعة الوقتي درجة الحرارة قدامكم ايه؟ 30 درجة الحرارة مسكة 30 بالزبط يبقى احنا بعد اول اسبوع بنحاول ان احنا نزبط درجة الحرارة بتاعتنا على 30 ودي الدرجة المصبوطة وباين قدامكم لو الدرجة دي مش مصبوطة هتلاقي الفراخ مش بتلعب بالطراءة اللي قدامكم ايه هتلاقي الفراخ لاما لما على بعضها لو هي اقل من كده او ان الفراخ نايمة وبتلحلح تمام اه زي ما قلت لكم انا شايل المية وشايل العلف لان احنا قلنا اه على عمر 8 ايام باذن الله هنشتغل بعلاجات تانية احنا خلصنا الاستقبال بتاعنا من اول اليوم التاني لحد اليوم الخامس وريحنا السادس والسابع عمر 8 ايام هنحط علاجات تانية ان شاء الله هنحط مجموعة فيتامينات وهنحط كلسام طول النهار يا جماعة هنشتغل طول النهار بالكلسام او مجموعة الاملاح المعدنية حاجة زي الكلسام اللي انتو شايفينه ده تمام دي شركة اكمفوس طبعا مش شرط ان انت تجيب نفس الشركة دي انتو ممكن تجيبه اي انواع تانية انت هتروح للبيطار اللي موجود جنبك وهتجيب اي مجموعة املاح معدنية تشتغل بها هنحط 2 سنطي الاملاح المعدنية حتى لو حاجة نظيفة جدا ومستوردة هنحط 2 سنطي على لتر مية لان زي ما انتو عارفين الاملاح بتبقى ضعيفة شوي تمام كده بقى نحط 2 سنطي على لتر مية ده طول النهار هنجي بالليل زي دلوقت كده درجة حرار اخد بالكو عندي دي 30 بالليل يعني ما شاء الله الجو كويس جدا ادفع عند الفراخ معقول وإلا كنت هتلاول الفراخ لما على بعضها هنجي بالليل بإذن الله زي ما هتشوف في الوقت هنحط الفيتامينات 1 سنطي على لتر مية وحاولوا ان انتو تجيبوا زي ما قلنا حاجات مضيفة يعني دي فيتامينات مستوردة اشتغلنا بقى قبل كده دي فيتامينات قطالة مستوردة حاولوا ان انتو تجيبوا فيتامينات مضيفة شوية هنحط ان شاء الله 1 سنطي على لتر مية فيتامينات لذلك انا معطش الفراخ شوية ومجاوع شوية عشان ان انا حط الفراخ تشرب وتتبسط الحاجة التانية احنا اتكلمنا ان احنا نهتم بالدفع ونهتم بالتهوية الحاجة التانية الفرشة خد بالكم ان الفرشة بتاعكم لازم تكون فرشة نشفة ومضيفة ومورقة زي ما انتو شايفين قدامكم كده الفرشة قدامكم ايه تمام طيب لو احنا مكاننا مكتم زيادة انا قوي نعم مدفي زي ما انتا قلت لنا هندفي هندفي بس المكان بيعرق تحت الفراخ معنى كده ان انتو التهويات عندكم مش مزبوطة لازم ان انا اكون مدفي وفي نفس الوقت تكون فيه تنفيس للحرارة الزيادة تطلع بره بحيث ان هي متعرقش الفرشة بص الفرشة عاملة ازاي الحاجة التانية اللي احنا قلنا عليها ان احنا الفرشة بتاعتنا يكون ارتفاعها في الايام دي 10 سنطي مش 5 سنطي لان احنا هنقفل التهويات بتاعتنا ونحاول نوصل لدرجة دفع معينة وتجو بالليل ما ببقاش مساعد فالفرشة لو خفيفة هتلاقي الفراخ بتاعتك بتسقع ولو قفلت عشان تدفل الفراخ هتلاقي ان الفرشة بللت بسرعة وطيينت بسرعة حاجة كمان لازم نعملها ان احنا كل فترة بتعمله زي ما انا بعمل كده بص انا بعمل ايه بقلب الفرشة عشان اخل الفرشة دايما نشفة تحت الفراخ على ابدا ما اقدر لان الفرشة لو بللت او عرقت صدر الفرخة هيتعب وكده كده هيجيله برد يبقى احنا لازم كل فترة كل 3 ا4 ايام كده نقود نقلب الفرشة بتاعتنا بحيث ان احنا الفرشة بتاعتنا تفضل نشفه على طول ان شاء الله ايه ما شاء الله هيonce الفرخ كويسة جدا حركة الفرخ حلوة الاهتمام بالدفع والاهتمام بالتهويات المزبوطة الاهتمام بالفرشة لخليلك الفرخ دايما مناعة قويسة الامراض تبقى ليلة جدا خد بالك تقريب الفرشة ده مفيد مش بس عشان ان الطار ما يتعبش معنا ولا يجيله برد ده كمان عشان لو الفرشة بتاعتك ناشفة ودائما بتقلبها والبول بالطرقة ديت الفراخ مش هيجيلها اسهالات كتير لان الاسهالات بتيجي بزيادة بحيث لو عندك فرخ بس او فرخين بيسهلوا في المجموعة هتلاقي ان الفراخ الباقية بتاكل في الاسهالات اللي موجودة فده بيزود الاسهالات عند كل الفراخ طب فاحنا بنحاول بقدر امكان تقلبة الفرشة ديت معانا بتقلل الاسهالات خالص لان انت لما بتقلب الفرشة بتنشف الاخراغات بتاعت الفراخ والاسهالات بتاعتها فالفراخ التانية ما تتضرش ان شاء الله هننزل بقى بالفيتامينات بتاعتنا زي ما قلنا صنط واحد على لتر مية هده يا جماعة الفيتامينات بتاعتنا ايه هنحط صنط على لتر مية السقاية اللي اتنين لتر بنحط عليها اتنين سنتي السقاية اللي اربع لتر بنحط عليها اربع سنتي بسرنجة لو عندك سرنجة او معيار بنقلب كويس جدا وبعد كده بننزل المية بتاعتنا قدام الفراخ وخلاص على كده ان شاء الله كلام ده هنمشي يا معاه هنمشي بالطريقة دا امتى اليومين الجاين دول اليوم التامن واليوم التاسع تمام كلسم بالنهار ومجموعة فيتامينات بالليل ومجموعة املاح معدنية بالنهار ومجموعة فيتامينات بالليل اليوم التامن واليوم التاسع زي ما انتم شايفين يا جماعة نزلنا العلف ونزلنا المية بسم الله ما شاء الله الفراخ كلها ما فيش فراخ ركنة ولا فراخ وقفة ولا الكلام دا الفراخ كلها جرت على العلف والمية السحب في المية ممتاز السحب في العلف تمام ده معنا ان الفراخ بتاعتنا زي ما قولنا الفراخ تمام ما شاء الله زي دي ان كمان ما عندناش فراخ سردة عندك فرخ صغير قوي وفرخ كبيرة انه هو تفاوت كبير في الاوزان ده بيحصل لو عدد السئات والعلافات الهيلة لو انت مكتم بزيادة المكان عندك كتمة او لو المكان برضو الفرخ ما بتقومش تاكل وتشرب الفرخ عندنا كلها بتاكل وكلها بتشرب دونيا ما شاء الله تمام حجم الفرخ معنا ما شاء الله ممتاز زي ما انتم شايفين قدامكم حجم الفرخ ممتاز وكده جماعة خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة اي حد محتاج اي حاجة بعتلينا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته